واضح تماماً أنه والله الصورة يا ريتك أبو هالي صورة أنا وأنا بتكلم يا استدعيت من الزاكرة الرئيس السيسي موجود وجنبه رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان واستعنا بس والصورة التانية فيه الرئيس والبشير ورئيس وزراء أسيوبيا دي هذه الصورة هذه الصورة اندلت على شيء فإنما تدل على وعي وعمق ونبل وإخلاص الإدارة المصرية سواء في المتوسط للسيطرة على مقدراتي وحماية مقدراتي في المتوسط أو في الجنوب لمنابع النيل الصورة دي أنا أستحق أن تكون صورة الموسم مش صورة الموسم لا صورة العقد ممكن صورة القرن الصورة دي اللي بتقول أن عندي فيه ربط وضبط للأمن القومي سواء في أقصى الشمال أو في أقصى الجنوب بيحاول الرئيس بناء مش تحالفات تفاهمات حقيقية بين حلفاء زي ما جمعنا شفنا القاسم المشترك مصر القاسم المشترك الرئيس السيسي عندي أزمة واشتعال وقنبولة موقوطة وزلزال ومركان في الجنوب بيطفئه الرئيس بحكماته وعندي في الشمال هناك منطقة ملتهبة اليونان وقبرص وتركيا والاحتلال التركي لشمال قبرص وفجأة بنجد الرئيس يذهب هناك لإقامة هذا الجسر من التعاون غير المسبوق بين قبرص ومصر اليونان وبين السودان ومصر وأسيوبيا وبفوت الفرصة على أردوغان ومن هنا جن جنون أردوغان حصلوا لوثة عقلية أردوغان أصيب بلوثة عقلية أردوغان أصيب بلوثة عقلية هذا أبو جهل هذا أبو لاهب العصر الحديث